موسيقى الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و آله و صحبه و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخواتي الكرام كنا نتكلم عن خشية الله تعالى و مراقبته فقلنا أن الله تعالى يعني يقول عن هؤلاء الذين يفعلون ما يسخط الله تعالى الذين يتعدون حدود الله الذين يظلمون الناس الذين يتعدون يعني شرع الله تعالى في ظلم الناس في المؤاخذة في المكر بعباد الله الكيد في أكل أموال الناس بالباطل ظلم الفقراء و المساكين و الضعفاء و كل الناس الذين يتعدون الحدود الله تعالى الله تعالى يقول عنه أفأمنوا مكر الله هل اطمأنوا أن الله تعالى لا يمكر بهم في لحظة من اللحظات أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن مكر الله تعالى إلا الخاسر الذي يطمئنه العياذ بالله وهو على الحرام وهو على الظلم وهو على ما لا يحبه الله تعالى هذا الذي باقي على هذا هذا خاسر لا شك لأن الله تعالى سيأخذه في لحظة هو لا يدري عنها ولم يحسب لها حسابها ولذلك الله تعالى يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون شيء نهى الله عنه شيء حرمه الله شيء لا يرتضيه الله تعالى ينبقي للإنسان أن لا يقترب منه فإذا اقترب منه فإنه في محيط أو في دائرة الخسارة والعياذ بالله وفي أن يأخذه الله تعالى الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للعباد يقول قل يعني قل يا محمد قل هو القادر أن الله تعالى هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الله تعالى قادر على كل شيء يأتي العذاب في لحظة من فوق من تحت يعني يأتي من السماء يأتي من الأرض قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يعني أحزابا وفرقا تتقاتلون والعياذ بالله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض تتقاتلون فيما بينكم في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في الأمم السابقة وهذا الحديث صحيح ثابت رجل كان في الأمم السابقة كان لم يعمل شيئا من الصالحات أعمله كله سيء لكنه وقع فيما ينقذه وهو الخوف من الله في لحظة من اللحظات خاف من الله تعالى خاف وتذكر عقوبة الله تذكر أخذة الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد تذكر أخذة الله تذكر عقاب الله قوة الله فقال لأبنائه إذا مت احرقوني ثم سحنوني اطحنوني طحن ثم اختاروا يوما شديدا الريح وذروني انثروني في الريح فلما مات فعلوا هذا فقال الله تعالى الله تعالى على كل شيء قدير قال الله تعالى للأرض اجمعي ما عندك يعني يا ايتها الأرض اعطيني ما عندك من جزيئات هذا الرجل هذا العبد وقال الله تعالى للريح وللهواء وللبحر المهم أنه فإذا هو قائم بين يدي الله تعالى فقال الله تعالى له ما حملك على هذا ايش اللي خليك تسوي هذا ليش تسوي هذا قال يا ربي مخافتك قال خوفا منك فعلت هذا مخافتك والله تعالى أعلم يعني حتى لأنه قال يعني في الحديث لأن الله تعالى لو قدر عليه سيعذبني عذابا أليما يقول عليه الصلاة والسلام أكمل لكم القصة فقال ما الذي حملك على هذا قال من خافتك يا ربي أو من خافتك يعني الذي فعني الناس أفعل هذا الخوف منك يا ربي فغفر الله له فغفر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له أو فغفر الله له هذا الحديث يرويه البخاري الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا ميت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال له ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني إلا مخافتك فغفر له أو فغفر الله له يعني نريد أن نقول أخوة الكرام أن مخافة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى تورث الإنسان الخير في هذه الدنيا وفي الآخر حتى يا أخواني لو إنسان أخطأ أي خطأ يرجع إلى الله تعالى و يخاف من ربه سبحانه وتعالى و يتوسل إلى الله تعالى و يدعوه ليغفر الله له ذنبه و لا يؤاخذه و هذا الإنسان يربي نفسه على مخافة الله يربي نفسه النفس أخواني أمارة بالسوء و لكن النفس إذا قام عليها صاحبها بصوت الطاعة و تابعها و راقبها فإن النفس تخضع يعني تتروض و تخضع لصاحبها النفس إذا علمت أن صاحبها شديد في طاعة الله شديد في دين الله فإنها تخضع له أما إذا رأت صاحبها صاحب هوى إذا رأت صاحبها صاحب هوى يشرق و يغرب فإنها تغلبه و تجره من شهوة إلى شهوة و من مشكلة إلى مشكلة و من محنة إلى محنة و لا تنتهي حتى يأذن الله تعالى له بالموت نحن الآن نتكلم أخوة الكرام عن حق الله سبحانه وتعالى في أن تنسب النعم إليه أولا نريد أن نثبت أن النعم النعم من عند الله تعالى ليست من عند أحد سوى سبحانه وتعالى و لذا قال الله تعالى و ما بكم من نعمة فمن الله و ما بكم من نعمة فمن الله و قال عن الذين يجعلون النعم لغير الله سبحانه وتعالى قالوا و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني يكذبون فينسبون النعم إلى غير الله تعالى إلى أصنامهم أو إلى أوثانهم أو إلى كبرائهم إلى من يصرفون النعم من دون الله سبحانه وتعالى حتى أنهم يجعلون شكر النعم ليست لله صاحب النعم يجعلونها لغير الله تعالى ينسبون النعم إلى غير الله تعالى فيقول مثلا يعني الآن مثلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما يعني المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله أو مطرنا بفضل الله وغير والكافر أو غير المؤمن بالله يقول مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بفضل النجم الفلاني وحتى ذكرنا في يوم من الأيام بعض الناس بعض إخواننا قلنا لا لا تقول يعني إذا قلت هطلت الأمطار بسبب منخفض جوي قادم من كذا وكذا قل بفضل الله ثم يعني الله تعالى هو المسبب لما تقول مطرت البلاد بسبب منخفض جوي أتى من حتى اللفظ نحن أهل الإسلام مطالبون حتى في اللفظ يعني المطالبون أن نقول إذا أكلنا أن نقول الحمد لله أو شربنا حتى يقول بسم الله قبل الأكل يقول الحمد لله حتى هذا اللفظ مطالبون به علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهنا من باب أولى إذا جاءتنا نعمة سواء كانت قيث مطر أو غيرها من النعم أن نقول بفضل الله تعالى أولا ثم بسبب كذا وكذا لا بأس أما أن تذكر السبب وتنسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى الذي سبب الأمطار الذي دفع الريح هو الله سبحانه وتعالى أما أن أن نقول يعني مطرنا بفضل بسبب كذا وكذا منخفض جوي قادم من سيبيريا مدري كما تقول نشرات الأخبار المطلوب أن نقول مطرنا بفضل الله ومنته ثم بسبب كذا وكذا لتصحيح المسألة يعني فالله تعالى هنا يعيب لأن الله تعالى يعيب على من يجعل شكر النعم إلى غيره حتى قال أن يعني أنتم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون شكر الله تعالى على رزقه إياكم أنكم تكذبون تكذبون فتنسبون النعم إلى غير الله وتشكرون غير الله وأنتم تعلمون أن هذا لا حول له ولا قوة النعم كلها من عند الله وهو الله سبحانه هو المتصرف في كل شيء أما هذا الذي تذكرون لا يحول له ولا قوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مرحبا بكم أخوات الكرام مرة أخرى كنا نتحدث أخوات الكرام عن أن النعم من عند الله سبحانه وتعالى وهذا حق الله تعالى أن تنسب النعم إليه سبحانه هذه نعم الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وأعاب الله تعالى على من نسب النعم إلى غيره أو شكر غيره يعني لا شك أن الإنسان يشكر من أوصل له هذه النعمة لكن لا ينسى أن يشكر الله تعالى لأن صاحب النعم الأصلي هو الله سبحانه وتعالى فيشكر الله تعالى بالقول والعمل بعبادته سبحانه وتعالى وبالثناء عليه وبدعائه ثم من أوصل لك النعم لا مانع من أن يشكر أخاه الإنسان لكن الله تعالى أعاب على من يجعل شكره للنعم لغير الله تعالى نهائيا لا يعرف الله تعالى فقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذب فتنسبون النعم إلى غيره كما قلت لكم و هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الآن يعني بعض الناس حتى نسمع في النشرات الإخبارية وغيرها أن الأمطار هطرت بسبب منخفض جوي لا مانع لكن المخفض جوي هذا السبب لكن من الذي سبب المنخفض الجوي الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب فليس طيبا وليس مقبولا أن تذكر السبب وتنسى المسبب ولله المثل الأعلى يعني لو أنت الآن في هذه الدنيا الذي جاءك بالرزق أو جاءك بالهدية أو جاءك بالعطية فلان من الناس لكن الذي أوصلها لك من عند فلان إليك رجل آخر فإذا أنت تنهال عليه شكرا وعرفانا وثناء على هذا الذي وصل لك بينما ذاك ذاك لا تذكره بشيء أبدا لا من قريب ولا من بعيد يعني ماذا ترى ما هو موقف ذاك إليك موقف صاحب العطية الحقيقي ما هو موقف لا شك أنه سينظر إليك نظرة يعني ليست كاملة أو نظرة يعني عدم رضا عدم رضا لأنك أنت شكرت هذا المجرد الموصل بينما تركت صاحب العطية الذي أعطاك إياها أو فعل لك لم تذكره بشيء ولا حتى بدعاء ولله المثل الأحلى هنا أنت تذكر السبب أو تأتي بالسبب وتعزز السبب وتذكر السبب في قيامك وقعودك وقراءاتك بينما لا تذكر الله تعالى هذا لا يذيق ولذلك الله تعالى سمى هؤلاء كذبين فقال وتجعلون نصغكم أنكم تكذبون أنتم تكذبون في نسب النعم إلى غير الله النعم هي من عند الله ليست من عند هذا أو ذاك خاصة في قضية هطول الأمطار يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا يا أخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال قال أصبح هذا حديث قدسي الآن تحول الحديث النبوي إلى حديث قدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر شوف أصبح من عبادي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي و كافر بالكواكب و أما من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب يعني هنا النبي صلى الله عليه و سلم يخواني يبين بأن الله تعالى يقول هناك من عبادي من هو مؤمن بي و كافر و هنا الكفر في الحديث كفرا دون كفر كفرا دون كفر يعني لا نستطيع أن نقول مثلا من قال عن المطر أنه نزل بسبب مرخفط جوي أنه كافر و خارج من الملة لا لا يقال هذا الكلام لكن هذا يعني كأنه يسمى في الشرع كفر دون كفر يعني كفران النعمة لا يكفر بالله في النعمة أو في غيرها إلا من جحدها يعني لو قال إنسان يعتقد اعتقاد جازب أن هذا المطر ليس من عند الله و نصح في ذلك و أرشد لكنه لم يبالي فهذا لا شك أنه والعياذ بالله يجحد نعمة الله و يجحد خلق الله تعالى و هذا كافر بالله و لا شك لكن هنا من قال هذا الكلام فقط فإنه يقصد به كفرا دون كفر يعني أنه يعني لم يذكر الله تعالى لم يذكر السبب أو يذكر المسبب لهذا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبح يقول قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فأما من قال مطرنا يعني جاءنا المطر بفضل الله و رحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب يعني لا ينسب النعمة إلى الكواكب كافر بالكواكب ما هو كافر بوجود الكواكب الكواكب موجودة و لكن هو لا يقول لا يقول أن الكواكب هي سبب النعمة الفلانية أو أن الريح هي التي نزلت يعتقد الاعتقاد بأن الريح هي التي أنزلت المطر ولذلك أخواني هذا الحديث يعني من الأحاديث التي ينبقي يعني أن يقف عندها الإنسان حتى بعض الناس يقول لك يعني أنت تريد حتى نقول حتى في اللفت حتى في اللفظ حتى في اللفظ مطالبون نحن حتى نستقيم ألفاظنا وأعمالنا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا يعني مساويا قل ما شاء الله حتى يعني أقصد أن اللفظ أيضا مطالب بأن تستقيم به أنت المسلم يعني مثل إخواني الذي يترحم على الكافر يقول الله يرحمه هذه الكلمة خطرة يقول بعض الناس أنا ما أعتقدها ولكن مجرد كلام الكلام يخشى الكلام يؤخذ مثل ما قال أبو معاذ رضي الله عنه وإنا لم أخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فهنا يا أخواني الإنسان مطالب بأن يذكر الله تعالى وأن يعرف الله تعالى كذلك الآية نزلت كما قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذه الآية تتبع هذا الحديث أيضا من حق الله سبحانه وتعالى أخوة الكرام أن تطبق أو تتابع شريعته وتطبق هذه الشريعة وأن يعمل بها وأن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا تعارض هذه الشريعة الغراء بالمناهج الدنيوية والبشرية وخاصة الكفرية والشركية والعياذ بالله يعني الآن الناس في الصراف عن شرع الله تعالى هذا حق الله سبحانه وتعالى البشر عبيد الله سبحانه وتعالى وما خلق الله تعالى الناس إلا لعبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا ربكم وأنتم عبيدي وهذه الشريعة اتبعوها ولذلك الله تعالى قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هدد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة بأنهم يعني لن يستطيع أحد أن يحول بينكم وبين ربكم إذا أراد الله تعالى أن يأخذكم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فمن حق الله سبحانه وتعالى أن تتابع شريعته كذلك الله تعالى يعني أعاب على من أعاب سبحانه وهدد على من اتبع غير دينه فقال الله تعالى أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون استسلم من في السماوات ومن في الأرض لدين الله تعالى طوعا أو كرها استسلموا كلهم ثم يأتي من يأتي من الناس ويترك شرع الله تعالى فالله تعالى هنا هدد التهديد هنا يعني الذكر هنا للآية فيها تهديد أفغير دين الله يبغون هؤلاء الذين يعرضون عن شرع الله ويذهبون إلى المناهج المشرقة والمغربة والمذاهب وما تسمى بالأديان يتركون دين الله الحق ثم يقولونهم غدا يقبلون على الله تعالى فإذا هم والعياذ بالله على غير هدى أفغير دين الله يبغون دين الله سبحانه الكامل الذي استسلم له من في السماوات ومن في الأرض وقال الله تعالى أيضا لهم أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من أحسن من الله حكما هؤلاء الذين يذهبون إلى الشرائع الشرقية والغربية هؤلاء يعني ماذا يريدون يريدون حكم الجاهلية الذي يعرض عن شرع الله تعالى إنما يريد حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون بعدما من الله تعالى على الناس بهذه الشريعة يذهبون إلى الشرع الأخرى أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم ويحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر